بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسلي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بداية حابب أشكر كل من وقف معايا سواء بالتعليقات سواء إيجابية أو سلبية عن مجموعة الحلقات السابقة وإن شاء الله رب العالمين أوعدكم إلا أنا أقدم محتوى يليق بيكم ويليق باسم صانع الأمن بداية أنا حابب أستضيف مجموعة بتخدم القضية بتاعتي ومتخصصين في المجال بتاعي اللي هو التأهيل المهني لذوي الإعاق معايا أخويا وحبيبي القيمة والقامة الدكتور عيد إشماعيل بجرمي الخبير الفني للاحتياجات الخاصة رئيس مجلس إدارة أكاديمية ممري لتأهيل ذوي القدرات الخاصة أهلا بك معالي الدكتور أهلا وسلم حضرتك وبرنامج سنة الأمن والمهدين والشغالين في البرنامج ومشكركم على الصدافة الجميلة ومشكرك بصفة شخصية عن ما قدبته لأكاديمية ممري للإدارة الفني والتأهيل المهدي أشكرك يا فني ومعنا أخير أخير من أولادنا اللي بيمثلهم رمز للنجاح ورمز للكفاح ابني ياسين حمدي أهلا بنتي دونيا طارق أهلا بنتي دونيا الحمد لله الحمد لله البطلة والعسل حبيبة حمدي إزايك يا حبيبة تمام طبعا أنا عندي ياسين وحبيبة عندهم مشكلة طبعا في الكلام وطبعا إحنا بنحاول نستضيفهم لأنهم نمازج قبل مبلاءا حسنا في موضوع التأهيل المهني بفضل الله ومن خلال أكاديمية موموري قدموا من نموذج حي أنه إحنا بنخاطر في المجتمع أنه ممكن من أولادنا ذوي الإعاقة يتحدوا الواقع يندمجهم في الواقع يحققهم أكبر إرادات مادية ومعنوية ليهم وللمجتمع اللي عايشين فيه من خلال أكاديمية موموري الدكتور رايد البجرمي عنده قسم للتأهيل المهني ومتخصص في الخياطة وطبعا هو أستاذي في المجال لما تواصلت معاه وضح لي الفكرة والمضمون بتاعة الأكاديمية وأنا رحت بنفسي وشفت الموضوع وشفت الموضوع اللي ممكن يكبر وشفت إن الموضوع ممكن يتطور ومن خلال مركزنا مركز نداء الأمل بجدة اللي أنا أشرف اللي أنا أبقى رئيس قسم التدريب المهني هناك واللي احنا بنخوض لنا باع كبير جدا في مجال التأهيل المهني قمنا عملنا إضافة بسيطة كده اللي احنا دعمنا المركز بمجموعة من المكائن اللي هي ممكن من خلالها أولادنا يقتحموا من سوق العمل والموضوع ده على فكرة صاحب فلسفة كبيرة جدا من خلال الدكتور واصف كابلي رئيس مجلس الإدارة الدكتور واصف كابلي يا جماعة ده نموذج للإنسانية نموذج لعدم الارتباط ببلد أو بفئة معينة لا ده هو بيخدم على مستوى الوطن العربي كل من يحتاج أو كل من ذوي الإعاقة اسمحوا لي أتكلم عن تجربة مركز نداء الأمل مركز نداء الأمل ده مركز قائم في جدة المملكة العربية السعودية المركز ده مسؤول عن تدريب وتأهيل وتوظيف ولادنا ده هو الإعاقة من خلال المركز ده نأحيلنا وضربنا ووظفنا عدد مئة وربعة وثلاثين قبل في مهن كتيرة طباعة نجارة حاسب آلي تربية فنية تربية موسيقية أعمال مصرحية شغل أعمال الليزر وبفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا المستوى فائق من الجودة التدريبية تاني حاجة اللي احنا ولدنا قريدي حاليا دلوقتي موظفين في سوق العمل وبغضره واته وبتمنى طبعا من خلال أكاديمية موموري المكافح زميل الدكتور عيد بجرمي انه هو يتولى المهمة ديه في مصر واحنا ان شاء الله نساعدينه وفي داره وفي وراه وانا من خلال برضو عملي هنا بعمل مبادرة اسمها مبادرة إعاقة بلا بطالة المبادرة دي قائمة على تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من ولدنا وتوظفهم في سوق العمل كمان انا قدت حابب كمان اعرض فيديو خاص بالدكتور واصف كابلي ياريت الفيديو رقم واحد ينزل في المشاهدين وهو بيتكلم كلمة عن المركز صلاة والسلام على عشر ومسارين سيدة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة أهنأ الأخ خالي الصديق على أول كتاب يعني يصدق به من العالم العربي أو من الشرق الأوسط تدريب المهني للأبناء ذوي الإعاقة سواء توحد أو تخلف أو متلازم الداون خالي الصديق من أهم الأبناء وهذه مشاركة من مركز ندال أمل اللي هو أحد زعمائه أحد المديرين في القسمة المهني لندال أمل شكرا لكم شكرا للمشاهدين الكرام وللجميع لهذه المناسبة السعيدة ومبروك لكم جميعا وإحنا دلوقت رجعنا من الفيديو وأحابب دلوقت أتكلم مع أخويا الدكتور عيد بخصوص تجربة أكاديمية موموري في مجال التأهيل المهني أنا عارف اللي فيها أنشطة كتيرة للأكاديمية بالأكاديمية بس أنا يعني خص عشان وقت العلقة الأول لأكاديمية موموري هي فكرة على صفح ممكن فكرة اللي علبتني أعول ولا تعول دي الفكرة كلها أن أنا بأخلق بين الأعاقة دي بدل ما تكون عالية على المجتمع تكون إنتاج وبتنتج وبتشتغل وبتعمل كل حاجة الفكرة من سنين لكن صدفتنا الأستاذة باسمة محسن المدير الإداري لأكاديمية موموري وعضو مؤسس في الأكاديمية بنت الفكرة دي من خلال هزا مكانها الخاص بيها وجدت بأستاذة أبل عفت الفتاح اللي هي مدير قويس كسم التأهيل المهني طبعا أنا بشكر في العمل التاعي اللي بشتغل في التأهيل المهني قالوا إحنا هنضرب لأولاد ونشتغل جبنا مكان قديم زي ما أنت شوف تحت اتنشر ولا فوق اتنشر فوق اتنشر تمام فوق اتنشر وفوق اربعتاشر الله يفتح لك جبنا مكان قديم زي ما أنت شوف مكان قديم زي ما أنت شوفت المكان وبدأنا نشتغل عليه لقيت دونيا دي اتنشر برة دي بطلة دي دي بطلة جميلة دونيا أنا عاوز أخلي دونيا دي مزيعة انت ممكن تبقوا مزيعة ومزيعة شطرة وجميلة وحبيبة حبيبة ان شاء الله رب العالمين هتبقى برضو فنانة تشكيلية رائعة لأن لاحظت فيها ميول فنية كبيرة جدا تكمل يا دونيا فضل نفسك تبقى ايه؟ أنا نفسي بقى مزيعة ونفسي أنا بغاية المكانة وكويس أنا دوقتي أرج الكامعة أنا بشتغل مع دكتور عيد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ونعم وعلى فكرة بنت الجميلة حبيبة اكتشفت فيها أنها بترسم بشكل جميل جدا ومنمّة جدا حبيبة قول ليه اسمك كده؟ حبيبة 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 أنا أحبك أنا أحبك الفضل يا دكتور كاملة سمعها في الأكاديمية بدأنا نشتغل بالباك الأديم اللي أولاد بيتجوا عشر جلسات أو عشر مرات تدريب فوجئ تلقيت ياسين وحبيبة ومحمد ورحاب وخمس ستة أولاد وعشقة والأولاد دو كل شغالية تأير بها الخطوات الخاصة بالتأهيل المهني أنا عارفها طبعا يعني أنا بحكم شغلي يعني اللي أنت شايفها يعني مرحلة كسر حاجز النفسي بين المتدرب وبيت العمل وفي خيمة تانية على فكرة أنا عاوز أضيفها لحظتك بالنسبة اللي في تأهيلها فهي الحب لو الإبنة حبني أنا متلكم حيامل كل مستحيل وأنا استشفت الكلام بتاع حضرك ده وأنا في السعودية أنا حاسة لحضرتك جندي في محراب التأهيل المهني صراحة ربنا مش أنا لوحدي يعني في ناس كتير جنودي أنت حضرتك جندي من الجنوديات المجهولة العفو يا فني والفريق بتاعي أمل وشايماء والناس ديات وشايماء وأمل وبسمة وأميرة الناس ديات تشغل مع الولاد بالحب فريق عمل تسمح لي تقدم رسالة لكل المراكز وللخيادة العامة عندنا في مصر القيادة بخصوص التأهيل المهني لولادنا دول عقا الطاقة المغدرة الصروة المدفونة تحت الطراب أولادنا صروة قومية بيدهم يشتغل وينتجوا من بيوتهم وينتجوا من أي مكان انت حاسس ان احنا ممكن ننجح هننجح احنا ننجحنا يا دكتور خالد انت ما تشتغل في التأهيل المهني لزور الاحتياجات الخاصة هو واقع فعلي مش بقى جيب لولادة اخد اللقطة وصورة وتوقع الله يعني احنا في كتير في قوي في مصر بنعمل كده جيبنا لولادة وجيبنا مكانتين خدنا الصورة يلا مع السلامة وشكرا لكن احنا جيبنا مليات النهاردة وقعدك ومتفصل بلاطين ومتفصل امصار احب انوه يا جماعة الدكتور واصف كابلي رئيس مجلس لا اسمح لي بقى انا اشكر بقى الاول انا باشكر الدكتور واصف وبركز دادا الابل بجدة وباشكر الدكتور خالد هم باشاوفوا المكان اللي احنا متضرب عليه الدكتور خالد بسط له ده بيتصل بيا الحاج واصف هيجيب لك مكان هم هيجيب لي يا دكتور ازاي يعني ما يعرفنيش قال لا انا وريته الفيديوهات او وريته التاع والمركز عندنا في جدة هيتمنى المركز هيجيب له مكان فمشكورا يعني جاب مكان اللي هردا نزيل لنا جبدال الدكتور خالد بالساعة خمسة على فكرة الدكتور خالد بساعة خمسة الصبح خمسة الصبح يا جماعة فالدكتور خالد مشكور خمسة الصبح صحيحين مدري وفي قلب العتبة بتجيب الحاجات وبيجيب مكان وبيجيب قباش حتى القباش جيبناه كمان انا حابب حاجة كمان اضف للمجتمع حاجة جماعة بعد اذنكم اصحابي في حاجة مهمة اوي قبل لما انبصوا التأهيل المهني تهيأة البيئة لولادنا زوال اعاقة سواء البيئة التدريبية او البيئة الحياتية بمعنى انا لازم دلوقتي انا طبعا لما رحت للاكاديمية عند الدكتور رعيد في بعض النواحي الخاصة بالابنة والسلامة ما لقيتها موجودة طبعا وفي بعض الحاجات التكميلية مش الاساسية قلت له عليها لانها بتعمل البريستيج للاكاديمية وانا طبعا نصيحة اخ وليس نصيحة مثلا حاق او لا انت المكان عندك باسم الله ما شاء الله وبدعوا كميع اولياء الامور اللي هم يزورهم الاكاديمية عاوزين بقى نهيأة البيئة التدريبية لولادنا مع استاذتنا المحترمة القيمة والقامة الاستاذة امل واختنا الجميلة الاستاذة بسمة اللي هي نهيأة البيئة اكتر ونخش في المجال بقى ونبقى احنا متميزين في الموضوع ده طيب هل تعتقد في يوم الايام ان اولادنا دول ممكن يكونوا في سوق العمل مع دلنا انا بادعو لهم من الوقت بالبراقلال برصة البرربك السيدة على الابل بادعو السيد وزير الشباب الرياضة وابدعو وزير الكوة العاملة بعد بادرها بعيالي انا مش عايزة خلوهم يفضلوا مدربين ممكن بيرف المهارة انا عايزهم ينتجوا عايزهم يا سيد الوزير الكوة العاملة تاخد ولادة عيارهم في مصانع الملابس اه مش هقولك وفرهم مكان انا مش عايز مكان انا مش عايزين دعم مش عايزين فلوس من دعم اسمح لان اقترحت على سوز اعمل النهاردة حاجة اقترحت عليها لانيبقى فيه التكامل ما بين المصانع المجورة بالمنطقة بمعنى ايه؟ يعني لو فيه اه مرحلة انتاجية ممكن الاكاديمية تقوم بيها خدمتها للمصانع والنظير الاجر الرمزي ايه المانع منها ضربنا ولادنا ومنها وفي نفس الوقت جبنا دخل نقدر نصرف عليه اجماعة فيه مشكلة لكل المراكز دلوقت على مستوى الجمهورية ازمة كورونا دية عملت مشكلة لده ايجارات رواتب حاجات كتيرة جدا فمن خلال التأهيل المهنة ده ممكن نجيب انكم نجيب دخل بسيط نمشي بالامور شوية ولا ايه رئيس عتك؟ والله انا كنت بقول تايما انا هعمل حاجة للولاد بعد ما يتدربوا كنت هدوم مكان خياطة وكنت هننتج ولوم 50% من الارباح وال50% تاني المدربين والتدريب وكنت بادعو لساد وزير الشباب ورياضة فتح منافس بيع فتح منافس بيع يا ساد الوزير في مراكز الشباب ورياضة انا بستوى جمهورية مصر العربية لأي منتجات مش شرط عندنا منتجات ولادنا زيول قدرات القصة في كافة النواحي وليه امر يبينتك خرز او اكسسوار او مشغولات ادوية او سجاد او تريكو ياريت ياريت فتح منافس البيع حتى لو بنسبة ارباح مش هنقول مجانا بنسبة ارباح للمركز اعزائي المشاهدين معهم وبهم سنحقق الامل انا باحلم في يوم الايام ان ولادي حبيبة والانيسة الشرباطي العسولة دية الانيسة الدنيا والبطل ان شاء الله على فكرة الولد ده جميل اوي يا جماعة الولد ده جميل اوي اوي وليزم نهتم بيه ياسين يكونه نموذج وكل ولادنا المعاقين ذو ذو الاعاقف يحتزى به يا جماعة مصر مصر حلوة اوي والاخصائيين فها حلوة اوي المراكز فها حلوة اوي ما عليش احنا بعض الامكانيات المادية ممكن مزنوقة شوية جدا بس ان شاء الله بنطمح في المزيد والمزيد وكرم ربنا في كل شيء اشكرك اوي يعني ممكن بس يعني آآ ميس بسمة وميس امن. على الراس. يعني حتى يقف جميع يا سيما حبيب. طيب هم الناس مشكورين يعني وبشكر بآآ استاذ شهيباء محمد والاستاذ اميرة آآ الناس المدربين معي في المركز آآ تعيم يعني آآ شكرا لهم جميعا شكرا لكل ام وكل ابن زيو الكتورة خاصة حياتي. معكم وبكم سنحقق الامل بازن الله. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.